حلوة اول ايام ديت في السوق وسعره حلو جدا ما تيجي نعمل شوية كده ناكلهم في نفس اليوم عايز اقولك الطريقة سهلة وبسيطة والطعم هيكون حكاية معاك يلا بينا نشوف هنعمل الخيار المخلل بتاعنا دوت ازاي بتكات حلوة جدا وهتاكل منه في نفس اليوم ان شاء الله جبت معايا كيلو ونص من الخيار غسلت كويس جدا وجبت معايا فلفل حرق احمر او اغدر المتوفر تقدري تحطيه وكمان لو مش عايزات تقدري تستبعديه من الوصفة بعد ما غسلت الخيار هبدأ اللي انا قطعه بالشكل دوت كده انت حابة تقطعي بالشكل اللي انت عايزاه قطعي اول حاجة طبعا بتقطعي يسمك ويكون سميك شوية علشان ما يتهريش معاك بسرعة علشان ممكن يقعد معاك من اسبوع لعشر تيام من غير ما يتهري ان شاء الله تعالي بقى نسمي الله ونسلى على الرسول علي افضل الصلاة والسلام واحنا بنعمل الحاجة بتاعتنا ديك كده بصي بقى تقدري تقطعي مكعبات زغيرة يعني اربعة تربع وتقدري تقطعي عادية دايرة عادية تقدري تقطعي نفس الشكل اللي انا عامله عاملها بميلا كده علشان خطر تبقى شكلها حلو في الطبع حبيت لانا اوريكي التصوير من هنا كده علشان تقولي لي برضو ايه رأيك تحب نصور من هنا كده ولا نصور من الزاوية التانية انا معاك في كل الاحوال ان شاء الله كده خلاص خلصت الكمية كلها بسم الله ما شاء الله الخيار حلو جدا في السوق الايام ديت وسعره حلو قوي جيبي حتى لو نص كيلو واعمليه كده في بطرامون صغير ويبقى متوفر عندك هتعمليه الصبح هتاكل منه على الغد ان شاء الله دوت بقى الفلفل هبدأ اشيل الحتة الخضرة اللي هي بتبقى من فوق انا هنا حبيتي اللي انا احط فلفل اغضر وفلفل احمر علشان يده شكل كده حل وكمان يده طعم احلى بس عايز اقولك اللي هو طلع ايه مش هتشتعى الاخر لو انت مش عايزة الفلفل وما بتحبش الحاجة الحرقة يبقى تقدري تستبعي دي خالص او ممكن تحطيه بحلو كده من غير ما تقطعي هنا بقى هاخد كمية الخيار كلها اللي انا قطعتها وحطها في الطبق ده عشان هقطع الفلفل هقطع الفلفل نفس شكل الخيار اللي انا قطعته طبعا عايزة اقولك الفلفل حرق جدا وكمان لما قطعته كده نزل في المياه كل الشطة يعني مش قادرة احكيلك انت اكيد حصة بالموضوع بس عايزة اقولك اللي النتيجة تلاقيت حلوة جدا والطعم كان حكاية هقطع بقى الكمية كلها وزي ما قلتلك كده عايزة فلفل احمر او عايزة فلفل اغضر براحتك انا هنا لما لقيت الفلفل الاحمر متوفر فروحت جايباه قلت منه يدي شكل حلو برضو وكمان استبعت بقى هارسة الفلفل الاحمر خالص يعني تقدري لو مش متوفر عندك فلفل ممكن تحطي معلقة كبيرة من هارسة الفلفل الاحمر معايا بقى حل على النار لسه طفي عليها دلوقتي فيها ميا كانت بتغلي يضب طفيت عليها النار تعالي بقى نشوف هنعمل بها ايه فيها شوية ميا حلوين كده اللي احنا هنستخدمه من النهار ده في الاكلة بتاعتنا هحط بقى كمية الخيار كلها جوا الميا وعلى مهلك كده بالروحة لان الميا سخنة ميا سخنة يبقى ايوه ميا سخنة ما تخفيش مش يحصل حاج تنسى تاكلي منه بعديها بساعتين اعملي الصبح هتاكلي منه اخر النهار ان شاء الله حطيت الخيار وحطيت الفلفل تعالي بقى نشوف هنحط ايه كمان في المكونات بتاعتنا ديت خلاص كده هتديهم بقى تقلبتين مع بعض عشان نحافظ على القرمشة بتاعت الخيار مكون واحد بس هو اللي يحافظ لي عليها هقولك علي دلوقتي نبدأ بقى نحط الملح بتاعنا اتنين تلاتة اربعة ونص يبقى كيلو الخيار خد معانا تلات معالي انا هنا جايبة كيلو ونص فحطيت اربع معالي ونص والمكون الواحد بقى عشان خطر نحافظ عليه هو السكر حطيت حوالي نص معلقة سكر كبيرة وحط على الكيلو ونص خيار اربع معالي من الخل بس كده مش هحط اي اضافات تانية يعني يا هيبة انا جايبة كيلو خيار واحد احط قد ايه ملح واحط قد ايه سكر واحط قد ايه خل هتحط معلقتين من الخل وهتحط كمان تلات معالي من الملح وهتحط نص معلقة من السكر نص معلقة صغيرة وهتقلي بيهم مع بعض كويس جدا وتغطي الحلة وتسيبيها لمدة كده تلات ساعات حلوة قوي تلات ساعات او ساعتين ونص وتكوني بقى محضرة لحاجة اللي انت هتحطيه فيها عايز اقولك اللي شكله كده بعد ما سبته حوالي تلات ساعات والمية بردت خالص عايز اقولك اللي طعمه كان حلوة قوي في الوقت دوق كده انا دقته مش هتشط بقى وجميل وزي العسل كده انا واسك اللي انت لما تعمليه هيعجبك ان شاء الله يلا بقى لو عنديك شوية خيار كده في التلاجة طلعي ومعملي بيه لو نزل السوق يلا بسرعة ابعت حد يجاب لك كله خيار وعمليه حلوة قوي جنب الاكل في الايام دي جبت بقى البطرمون طبعا غسلك كويس ومصفيه من غير ما تنشفيه ولا اي حاجة ايه لي بيه كده وصيبيه يتصفى الواحد حطت فيه نص معلقة طوم مهروس تمام بطرموندا كبير وحطت كمان ربع معلقة شطة والشطة هنا اختياري بس هقولك على حاجة لو انت مش هتحط الفلفل حطي ربع معلقة شطة ما تخافيش مش هتشط شط الدنيا ولا اي حاجة بس الطعم هيبقى حلو وحطت كمان ورقتين من ورق اللورة وهحط نص اللامونة نص اللامونة دي يدقى للناس اللي بتحب طعم المخلل كده يبقى مزس شوية بيبقى طعمه حلو قوي يعني عايز اقولك اللي هما نقطتين تلاتة مش هيقصروا في الطعم قوي بس هيدو تستعالي قوي في النهية هبدأ بقى دلوقتي اللي انا احط بقى الكمية كلها جوال بطرمون بصي لونه حلو قوي عجبني قوي الالوان كده وتناصق الالوان مع بعضيها والخيار ادى لون كده في النهية حلو قوي طبعا الميا هنستخدمها لان الميا ديت اللي فيها ملح تقدري بقى تحتفز بيه في التلاجة او على الرخيمة بس نصيحة مني حطيه في التلاجة بيبقى سائع كده وطعمه حلو لما تيجي تكليه بيبقى مقمش وطعمه جميل خلاص كده خلصت الكمية كلها هنا المرحلة ديت عشان التصوير لو انت مش حباها متحطهوش انا حطيت حوالي نص معلقة بس من ايه حبة البركة عشان في الكاميرا يبقى شكله حلو لكن هي مش هتأثر على الطعم ولا اي حاجة وحطيت كمان حوالي معلقة زيت بس كده تلعوا معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي بسم الله ما شاء الله طعمه يجنن حاجة كده بسم الله ما شاء الله جميلة وزي العسل يلا عمليه وصوريه وبعتولي على الوطس عشان انزلولك في الروتين ان شاء الله بحبكم في اللي ما تنسيش تحط اللايك وتنفز كل حاجة بعملها ان شاء الله بإذن الله تعجبك وسلام عليكم